كثير من الناس تصير مع مشاكل في الويندوز ويضطر ان يوديه المحل عساس ان يعمل له فورمات لكن مع الويندوز 10 والويندوز 8 الطريقة سهلة مجرد انك تروح الى start في الاسفل وتدخل على الاعدادات بعدها تختار updates and security او التحديثات والامان الآن من الجهة اليسرى تختار recovery فالآن راح يظهر لخيار reset this pc نضغط على البدء او get started الآن عندي خيارين انك تحتفظ بملفاتك او انك تحذف كامل للملفات فانا بختار حذف كامل للملفات الآن راح يعطي خيارين ايضا انك تمسح مسح بسيط او انك تمسح الملفات بشكل كامل وهذا افضل خصوصا لو كتبت بيع الجهاز الآن نضغط على next فالآن مجرد ان نضغط على reset راح يمسح كل شي على الhard disk وراح يرجع الكمبيوتر زي ما كان المهم ان لو كان لابتوب لازم يكون مشبوك في الكهرب لان العملية راح تاخذ لها تقريبا بحدود الساعتين حاجة ثانية لازم تتأكد انك نقلت كل ملفاتك المهمة لانه راح يمسح كل شي على الhard disk اتمنى تكون المعلومة افادتكم يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم اشتركوا في القناة